اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وندرس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات من أول حقا يا مهند احنا هنعملها فورا فورا أبطالونا هنا يكرمون من رئيس الجمهورية حلم حلمنا به جميعا وتحقق بعون الله إنه لمن دواع الفخر والاعتزاز أن نرى بناتنا وأبنا أنا من زو القدرات الخاصة يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات وهما يزبط مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات أنا في يقال يقدر يقول الكلمة من غير ترجامة وأنا كمان وأنا كمان بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في أول برنامج يخصص لأحبابنا من زاو الهمم والقدرات على قناة الصحة وجمال البرنامج بتاعنا طبعا إن شاء الله هيخاطب الفئة اللي احنا الحمد لله بقى الدولة فيها اهتمام لهذا الأمر لهذا الملف خلال السبع سنوات اللي فاتوا يمكن شوفنا حضراتكم أن احنا موضوع زاو الهمم ببتدى ياخد حجم كبير جدا من اهتمام الدولة يمكن الشيء بالشيء يذكر أن احنا بنحتفل هذا الأسبوع أو هذا الشار بالذكرى السابعة لتولف الخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في عام 2014 ويمكن الملف بتاع زاو الاحتياجات الخاصة أو زاو القدرات أو زاو الهمم وأصحاب العزيمة زي ما حد كتير كده من الناس بحب يسمعوا هذا اللفظ ملاقاش هذا الاهتمام إلا في الفترة خلال تولف خامة الرئيس من أول 2014 رئيسة البلاد أول قانون كان صدر اللي زاو الهمم كان صدر سنة 79 وكان بيعطي حق يعني بيدي ميزة واحدة بس هي لعملية التوظيف الخمسة في المية لزاو الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام لو مشتنا التطور الطبيعي للي حصل لملف زاو الاحتياجات الخاصة من أول عام 2014 هنلاقي نفسنا أن احنا اتحط في الدستور المصري اللي حصل فيه التعدلات في 2014 كان مشارك فيه أحد زاو الإعاقة اللي هو الدكتور حسام من متحدة الإعاقة الحركية كعضو في لجنة الخمسين لسياقة الدستور وطبعا كان بعد ما تم التعدلات الدستورية أفرد لزاو الاحتياجات الخاصة أو زاو الإعاقة في الدستور المصري 11 مدة تتولى حقوق زاو الإعاقة على مدار السنة في 2014 ومن هنا كانت البداية من عام 2014 هي دي كانت البداية بالنسبة لنا كزاو احتياجات خاصة أن الفئة دي بتدت الحمد لله تبقى الدولة فيها اهتمام بيها وبتدت تظهر على المجتمع المصري أن فيه فئة لها حقوق ولها التزامات وواجب الدولة عليهم أن هم توفر لهم هذا الأمر في سنة 2015 يمكن كان بداية أول التعامل مع ملف زاو الاحتياجات الخاصة وهو إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا لأشخاص زاو الإعاقة اللي هي اتعاملت بقرار من فقامة رئيس عبد الفتح السيسي أن يقدر يوفر النهاردة بعض التطبيقات للتكنولوجية لزاو الاحتياجات الخاصة باستخدام التطور الطبيعي في التلفونات الأندرويد والكلام ديكولم فالحمد لله رب العالمين أن احنا كل سنة من سنة 2015 لحد سنة 2021 وكل سنة بيحصل لنا إضافة في ملف زاو الاحتياجات الخاصة يمكن في 2016 و2017 نفس الكلام ابتدنا في سنة 2015 في أول الانتخابات تمت بعد تعديل الدستور المصري أن نؤفرد لزاو الاحتياجات الخاصة وزاو الإعاقة كوتى في البرلمان المصري ويمكن منظن الحاجات اللي الدولة كانت اهتمت بيها أن نهتم بتجهيز قاعات وأروقة البرلمان المصري لاستخدام زاو الاحتياجات الخاصة وكان أول برلمان كان فينا فيه 8 أعضاء من زاو الاحتياجات الخاصة بيمثلوا شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري من زاو الاحتياجات الخاصة كمنا احنا أول تعداد لنا أو تعمل برضو تعمل خلال سنة 2019 كمنا وصلنا في النسبة من عدد سعودات السكان الشعب المصري حوالي 14% من عدد السكان وطبعا لما نيجي نحولها الأرقام فإحنا بنتكلم النهاردة على 15 أو 16 مليون شخص من زاو الاحتياجات الخاصة بكافة أنواع الأعاقة اللي موجودة الرقم ده طبعا رقم في التوزيع الديمغرافي المصري للشريحة المجتمع المصري رقم كبير جدا خاصة لو احنا ضفنا ليهم الأهالي يعني كل شخص من زاو الاحتياجات الخاصة عايش في المنزل المنزل ده ليه أب أو أم أو زوج أو زوجة أو أولاد فالرقم ده بيتضاعف للضعف بنوصل لحوالي 40 أو 50 مليون شخص ليه علاقة مباشرة في زاو الاحتياجات الخاصة والرقم ده رقم مهول يعني فمن هنا كان النظر لهذه القضية أنها قضية أمن قومي وكان لازم أن الدولة تهتم بهذا الملف خاصة بعد سنوات التهميش اللي تمت على ملف الزاو الاحتياجات الخاصة في السنين اللي فاتت يمكن في مؤتمر الشباب اللي كان معمول في الإسماعيلية سنة 2017 فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منه أحد زاو الاحتياجات الخاصة أنه هو يخصص عام 2018 كعام لزاو الاحتياجات الخاصة وفعلا فخامة الرئيس لب هذا الأمر والتعامل لسنة 2018 هو عام زاوي الهمم في مصر بالتواقب مع هذه السنة البرلمان المصري كان عمل أصدر القانون رقم عشرة لسنة 2018 اللي طلع بقرار وزاري طلع بقرار رئيس جمهورية أنا أسف طلع بقرار رئيس جمهورية ودخلنا في مرحلة تانية من اهتمام الدولة بزاو الاحتياجات الخاصة القانون عشرة يعتبر من القوانين المنصفة والعادلة واللي رجعت لزاو الاحتياجات الخاصة حقوقهم اللي كانت مهضورة القانون عشرة في حد ذاته هو عبارة عن حقوق لزاو الاحتياجات الخاصة بيتعلق بكل جوانب الحياة بتاعتهم سواء من ناحية الصحة من ناحية التعليم من ناحية التجهيل أو التدريب من ناحية العفاءات الضربية أو جنوكية من ناحية الإتاحة للتحرك ليهم في قلب المدن أو الطرق تخصيص نسبة للمساكن منهم في المشروعات اللي بتعملها الدولة اللي كانت الاجتماعي نسبة 5% طبعاً نسبة التشغيل 5% النهاردة اللي زاو الاحتياجات الخاصة بقت نص قانوني صريح والقانون ألزم أي منشأة سواء قطاع عام أو قطاع خاص عدد العمال فيها يتجاوز لعشرين عامل إن لازم أن يقعين نسبة 5% من زاو الاحتياجات الخاصة فإحنا بالنسبة لنا طبعاً دي كانت نقلة لملف زاو الاحتياجات الخاصة في التعامل وفي نصة الدولة ليهم القانون لو إحنا مسكنا قانون عشر وقلنا المميزات بتاعته أو الحقوق اللي أتيحت لزاو الاحتياجات الخاصة فيه فحنجد أول حاجة بالنسبة لنا إن الوزارة الصحة طرف أساسي وشريك أساسي في تطبيق هذا القانون مع وزارة التضامن وده كان ملف الصحة اللي هو بيشغل حيس كبير جداً من اهتمام المصريين وخاصة إن إحنا في موسم الأوبئة واضح جداً إن إحنا محتاجين إن زاو الاحتياجات الخاصة يبقى ليهم اهتمام خاص من ناحية الصحية لقد قانون أفرض إن من زاو الاحتياجات الخاصة لازم أن تطلع له بطاقة البطاقة اللي هي بطاقة القادمة المتكاملة وبالتوازي مع هذا الأمر بينشأ ملف إلكتروني لكل حد من زاو الاحتياجات الخاصة تلع له هذا الكني في وزارة الصحة بيحس إن هو يقدر يأخذ منه الخدمات الصحية المختلفة إن يقدر يكشف عفل الإعادات المختلفة يقدر يأخذ العلاج مجاناً يبقى فيه متابعة لحالة الأعاقة بتاعته إذا كان بتتطور أو إذا كان بيحصل عليها عملية شفاء أو العكس صحيح ده بالنسبة للملف الخاص بالناحية الصحية لو جئنا في الملف الخاص بالتعامل مع زاو الاحتياجات الخاصة من ناحية العفاءات الضربية والجمركية والملف ده يمكن بيشغل حاجة كثير من الناس موضوع الإعفاءات الضربية والجمركية لزاو الاحتياجات الخاصة إحنا كان القانون قبل كده بالنسبة للهزيج جزئية بالذات اللي كان عاوز اشتري عربية من عربية زاو الاحتياجات الخاصة عشان يستخدمها كان بيأخذ إعفاء جمركي 20 ألف في السنة 20 ألف جنيه على العربية وده كان رقم طبعا كان ضئيل جدا بالنسبة للتكلفة وبعد ارتفاع سعر والدولار ومع الغلاء المعيشة فكان رقم كبير جدا القانون في القانون 10 نص صراحة على إعفاء عربية زاو الاحتياجات الخاصة من كافة الرسوم والضرائب المقررة فأصبح أنه النهاردة من حقه يستولد عربية لحد سعة مطور 1600 سي سي بدون ما يدفع ضريبة جمركية عليها أو ضريبة القيمة المضافة ده طبعا من دين الملفات النهاردة الدولة بتعمل بتوفر لزاو الاحتياجات الخاصة إنه يقدر يعني يتماشى مع الزحام الموجود يبقى عنده عربية يقدر يتحرك بيها يقدر يمارس فيها أعماله فطبعا دي كانت نقلة في هذا الملف طيب إحنا يعني والشيء بشيء يسكر ناردة أنا معي النهاردة معالي النائبة هند حازم رئيس لجنة وكيل لجنة التضامن لاجتماع في مجلس النواب المصري وأحد أعضاء مجلس النواب عن زوال إعاقة في محافظة الشرقية أهلا بيك يا دكتورة هند أهلا بيك حضرتك أهلا بيك إزاي سيادتك حضرتك عامل لك كويس يا فندي الحمد لله أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أنا سمع حضرتك الخاصة دكتورة هند أنا عايز أسمع من حضرتك لو تكرمتي إنت حضرتك طبعا من ملف زاو الاحتياجات الخاصة حضرتك مشاركة فيه من سنين سفيرة جدا ويمكن حضرتك من دن الأبطال اللي شرفت مصر في البطولات والمحافل الدولية وبيطلع على حضرتك السمكة الزهبية فأنا عايز من حضرتك الديني زي نفذة بسيطة كده عن الملف بتاع زاو الاحتياجات الخاصة واهتمام الدولة المصرية به خلال الفترة اللي فاتت خلال السبع سنين من تولي فخامة الرئيسة عفتاح السيسي هذا الملف يا فخامة خلينا نقول إن إحنا أصلا يمكن قبل تولي الرئيسة عفتاح السيسي رئاسة إنه كانت الفئة بتاعتنا مهمشة تماما وغير مرئية وإن هو مشكورا من وقت ما وضع عام ٢٠١٨ عام بزاو الاحتياجات آآ وإحنا بدأ المجتمع يشوفنا ويهتم ولأنه هو حط تلاشر علينا فبدأ المجتمع كله يهتم حتى لو فيه تباطق في النظرة وفي الاهتمام وده كله بس أنا خلينا اللوجيك إن التغيير بياخد وقت طويل وأصلا يعني إحنا لمجدين نتكلم على القوانين آآ في إنه بتباطق آآ مسلا تفعلها وكذا آآ خلينا نقول إن كمان تغيير ثقافة المجتمع فيها تباطق آآ شديد جدا إحنا لغاية النهاردة بنواجه سي مسلا تعال نضرب مسلا على آآ مستخدمي الكراسي المتحركة بنواجه لسه صعوبات إن إحنا نقنع أصحاب العفارات وأصحاب المحلات إنه هما يوصل إنه هما يعملون لنا مطالع الكراسي المتحركة مزبوط بإن ده أصلا في القانون نعم فإحنا فإحنا في آآ في اتجاهين إحنا بنفع على القوانين وفي نفس الوقت بنغير ثقافة المجتمع في نظرته الفئة آآ ليست بالقليلة وآآ وفي نفس الوقت فئة كثير منها فعال طيب أنا أنا حابي باسمع من حضرتك بصفة سيادتك ووكيل لجنة تضامن الاجتماعي في في مجلس النواب لا هو أنا مش وكيل اللجنة أنا أمين سر اللجنة أمين سر اللجنة باعتزل يا فاند ما عليش في الخطأ في المساعدة لا وليه ما حضرتك طيب أنا عايز حضرتك أعرف دور اللجنة إن شاء الله في في الأمر وخاصة إن هي ليه علاقة مباشرة بملف زول إحتاجات الخاصة فعايز أعرف دور اللجنة إيه بالزبط في البرلمان بس حضرتك بترقينا الدوق عنها لا هو دور اللجنة بصراحة شاقه كبير جدا لأن اللجنة مش قصة بالأشخاص دا والإعاقة بس إحنا خليني دور اللجنة قصة بملف التضامن كامل هو يجعل حاجات كتيرة جدا 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 من ضمنها الأشخاص دا والإعاقة أو فئة الأشخاص دا والإعاقة بس خليني أكون منصفة جدا إنه زي ما اللجنة طلبها قلعت قانون في يوم من الأيام آآ برضو هي مهتمة جدا 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 بفكرة مراقبة ومتابعة تفعيل القانون وتنفيزه على أرض الواقع وليه ليه فيه تباطؤ من من الوزرات وليه ما فيش آآ آآ ليه ما فيش آآ يعني أن الوزرات نفسها مش متكثفة مع بعض بأنهم ما يبلغوا بعض بإن في حاجة سماها كافة خدمات متكاملة وإن فيه آآ فيه قانون جديد يمكنه بيتفعل على أرض الواقع عندنا بإن أنا شايفة مثلا إن وزارة زي وزارة تضامن شغلة على قدم وطاق على قد ما بتقدر ما تتقصرش يا حي يا فندي دا حيّة معالي الوزيرة مهتمية بهذا الملف على 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 عطيقة يا فندي أنا بحيث إنها واخدها بشكل شخصي نعم بالزبط كده يا فندي بالزبط كده يا فندي طيب أنا يعني حابب أسمع من حضرتك يعني طبعا إحنا عارفيني القانون النهاردة اللي لاحت تنفيذية بتاعته صدرت وطبعا في بعض المشاكل اللي ابتدت تظهر أو بعض العقبات في تطبيق القانون فأنا النهاردة من ضن الحاجات اللي أنا بسأل حياتك فيها والأسئلة اللي حياتك بتأكيد حياتك تعرضت لها اللي هو موضوع التأخير في إصدار البطاقات من وزارة التضامن عايز أعرف إلي أسباب حضرتك وهل اللجنة إن شاء الله حيكون لها دور في حل هذه المشكلة وإيه أسبابها أصلا من 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 الأساس على أساس إن إحنا ناس كتير جدا بتقدمت على على الموقع بتاع وزارة التضامن ولحد وقتنا هذا من ناس أكتر من ست شهور ما تعالاش البطاعة الخليمات المتكاملة تمام هي اللجنة من أول يوم يمكن حلفنا فيه يمين وهي قريدي شغلة على كل ملكات الأشخاص ده والأعاقب لأن الحمد للن رب العالمين إن يعني فيه إلمام بالمشاكل نعم ويمكن حطنها على أولويات أجنداتنا آآ موضوع كارت الخدمات المتكاملة إحنا على تواصل مباشر مع معادل وزيرة ويمكن آآ 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 حوار مجتمعي حوار مجتمعي نعم إنه هو هيطلع إن شاء الله هنبدأ المرحلة التانية في آخر ستة أو في أول سبعة وخليني برضو يعني أقول إن التأخير من مش لوزارة التضامن لوزارة التضامن جهزة لفتح المرحلة التانية ولكن الموضوع ما بيكونش خاص الجيها لوحدها وزارة الصحة طارق قصير وزارة وزارات أخرى زي وزارة الصحة اللي أتضارت كلام فعلا إن هي غير جهزة في شكل كامل ليه؟ لأن إحنا آآ صدر علينا حاجة جديدة اسمها جائحة كورونا اللي خلت كل المستشفيات كومبليت بشكل دائم فإحنا للأسف هي يعني ده كده موزارة الصحة إن هي مش جهزة بالمستشفيات عشان تستقبل الحالات لتكشف التوبي فهو ده يمكن اللي نعطل شوية فتح المرحلة التانية وطبعا موضوع جائحة كورونا دي حاجة ما كانت حق يتوقعها ولا ينتظرها أيفاً ده زرف طاري في الدولة كله طبعا المستشفيات ومع ظروف ما عليش أنا خدت محضة كتير هي هو موضوع بتاع المعاش الزوجة المتزوجة اللي هي تحصل على معاش من آآ أحد الوالدين واللي هو بيجي لك منه أسئلة كتير جداً ويجنى أسئلة كتير جداً في المازل الأمر يعني خاليني أقول لحضرتك إنه الموضوع ده مش لجنة التضامن بس اللي شغالة فيه لجنة التضامن شغالة والوزارة نفسها شغالة أنا لما برحت بطلب لمعالي الوزيرة لقيتها بالفعل هي شغالة على نفس الملفة نفس التوقيت وفعلاً بالفعل بيتم فيه اجتماعات داخل الوزارة واجتماعات في لجنة التضامن إحنا كأعضاء مجلس نواب وكأعضاء لجنة التضامن فيه اجتماعات شغالة الموضوع ده على فكرة أنا موضوع على عاطفي بشكل شخصي جداً جداً لجنة التضامن كمان ليست مقصرة نهائي أنا عارفة إن الموضوع طول بس كل حاجة بتاخد وقتها وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن خريباً جداً أطلع وانطلع من خلال لجنة وانخلال وزارة التضامن بشرة للزوجة المعاقبة بإذن الله إنها تبقى زيها زي كل المعاقين تدمج ما بين المعاشين بإذن الله أنا متشاكل لحضرتك جداً معالي النائبة دكتورة هيندي حازم وعضو مجلس النواب عن المحافظة الشرقية وأحد نواب متحدة لأعقف البرنام المصري وإن شاء الله حضرتك في الأقرب فرصة تكوني ضيفة معانا في هذا البنك تشرفين إن شاء الله على الهوى بأمر الله شكراً معالي النائبة فاني طبعاً إحنا أصارنا أنه النهاردة النهاردة إحنا نستضيف معالي النائبة هيندي حازم في هذا الملف في أول حلقات بتاعتنا عشان خاطر موضوع زاول إعاقة عشان نوضح مدى اهتمام الدولة بهذا الملف لدرجة أن إحنا النهاردة بقى عندنا 8 نواب من زاول إعاقة موجودين في البرلمان المصري بيمثلوا في قد كتير جداً من زاول إحتاجات الخاصة ويمكن الملفة بتاع زاول إحتاجات الخاصة بقولنا بعد ما اتطبق القانون اللايحة التنفيذية بتاعته صدرت بعض العقبات اللي عطلت حصول الأشخاص زاول إعاقة على مكتسباتهم اللي أقرها القانون يمكن بالتوازي على هذا الجنب يعني إحنا بنقول نهاردة في بعض العقبات والمشاكل لكن الدولة في نفس الوقت برضو شغالة على تمكين وإتاحة كل الطرق والصبل لزاول إحتاجات الخاصة يمكن لو اتكلمت عن أن القانون أساساً القانون محتاج تمويل للصرف على الخدمات اللي بتتأدى لزاول إحتاجات الخاصة فالأنشئ بقرار جمهوري اسمه صندوق أعطاء لدعم زاول إحتاجات الخاصة وده صندوق استثماري وطرح في البورصة المصرية وده كارض بقرار من فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعاً الأمر لم ينتهي عند هذا الحد أن احنا عملنا صندوق أعطاء دوت لكن كمل هذا الأمر وأتمه بصدور القانون 200 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص زاول إحتاجات الخاصة وده أنشئ أنه يتم تحصيل مبلغ أو يستقطع مبلغ من كافة الأطياء في الشعب المصري اللي شغالين سواء في المجال الحكومي أو في المجال القطاع الخاص أن يكون فيه تبرع من الراتب بتاحهم لدعم هذا الصندوق وطبعاً كان البداية من هذا الأمر هو التبرع صندوق تحية مصر بمبلغ 80 مليون جنيه على أساس أنه يبقى نواء لهذا الصندوق اللي احنا بنتكلم عليه يمكن من ضن الحاجات برضو اللي احنا بنتكلم عليها واللي احنا بنقول إن الملف الزاول إحتاجات الخاصة الفترة اللي فاتت لأهتمام من الدولة كبير جداً موضوع الأجهزة التعوضية اللي موجودة إن ما عندناش في مصر ما يصنع متخصص لإنتاج الأجهزة التعوضية لزاول إحتاجات الخاصة سواء اللي عندهم مشاكل في البتر في الصاق أو عندهم أمراض زي إشارة الأطفال أو الأجهزة السامعية طبعاً كان فخامة الرئيس مع وزرطة التضامن الاجتماعي واللي هي احنا بنقول عليها أم المعاقين في مصر هي المتولية هذا الملف كان أصدر توجهات فخامته إنه إحنا يتعامل مصنع لإنتاج الأجهزة التعوضية لزاول إحتاجات الخاصة بالتعاون مع كبرى الشركات الألمانية والاتحاد الأوروبي في هذا الملف ويمكن إنه إحنا عندنا المصنع الوحيدة اللي كان موجوده كان موجود في مانينة الوفاق والأمة في مانينة مصر وطبعاً كان بيخدم فئة معينة لكن طبعاً مع تزايد الأعداد اللي إحنا فيها النهاردة إحنا بنتكلم في 14 مليون شخص النهاردة لو قلنا منهم 4 مليون عندهم إعاقات حرقية فالرقم كبير جداً صعب إن يستوعبوا أي مصنع فإن شاء الله إحنا فطور إن إحنا يتعامل مصنع للأجهزة التعوضية اللي زاول إحتاجات الخاصة على أعلى مستوى وإن شاء الله يبقى متاح فيه لكل فئات المجتمع يعني النهاردة إحنا مش هيختصر على فئة محددة إنه هو اللي معاه النهاردة يلبس جهاز تعويدي غالي يبقى هو النهاردة اللي هيستفيد لا النهاردة كل الأطياب بما فيهم محدود الدخل ومعدوم الدخل النهاردة تفتح موقع للتقديم على حصولها هذه الأجهزة بحيث إن إحنا إن شاء الله الشخص اللي مش عنده ما عندهش مصدر الدخل سابت أو إنه هو بيعاني من محدودية الدخل بيقدم على الموقع دوت البيانات بتاعته والمنطقة الساكنية وساكن فيها وبتعامل بحث اجتماعي عن الحالة بتاعته والحمد لله بعد بيتبعت له حد فني ياخد منه المقاسات على أساس إنه هو يوفر له جهاز تعويدي يقدر يستخدمه في التعامل مع الحياة يمكن الحاجة برضو اللي أنا بتكلم فيها النهاردة إن إحنا المحافظات المصرية أغلبها يمكن محافظة إسكندرية من دن المحافظات الرائدة في مجال خدمة زاوة الإعاقة وأنا بواجه التحية لللوى محمد شريف محافظة إسكندرية إن أغلبية الطرق في محافظة إسكندرية النهاردة مجهزة لاستخدامات زاوة الإحتاجات الخاصة يمكن من طريق الكورنيش على البحر مباشرة هتلاقي حضراتكم لوحده إسكندرية هتلاقي العلامة بتاعة زاوة الإحتاجات الخاصة موجودة على الأرصفة على أساس إنه هو يقدر يستخدم الكورس المتحرك ويبقى ليه أماكن لعبره المشاه من ضفة الطريق للضفة التانية ده بالإضافة إنه هو لسه الأسبوع ده برضو معالي المحافظة أصدرت لوجهات بالنسبة للشواطئ أنت طبعا حضراتكم عارفين إن زاوة الإحتاجات الخاصة الحركة بتاعته صعبة جدا إنه هو يقدر ينزل في الشواطئ عشان الرام لابس جهاز تعويدي أو ما بيضارش أو مع كورس متحرك فاتعمل في شاطئ المنظرة أول شاطئ مجهز لزاوة الإحتاجات الخاصة اتعمل في رام بالكهاز المتحركة على الشاطئ ذات نفسه فوق الراملة والأمر يعني زاد كمان خاطر إنه هو يقدر ينزل بالكرسي بتاعه في الميا واستمتع بزي وزي أي حد من أقرناء الأسوية طبعا طبعا مش عايز أقول لكم على الفرحة اللي كانت موجودة عند الأولاد لما شافوا هذا الأمر وهم يعني من حقهم يعيشوا يعني احنا بنوني النهاردة بيش عايزين في تمييز ما بين فئات المجتمع المصري لا ده معاقب لا ده مش معاقب الحمد لله النهاردة قنون وحد هذا الأمر ونص صراحة عدم التمييز بين الأشخاص ذا والإعاقة وبين أقرناءهم في قلب المجتمع المصري يمكن احنا برضو بنتطرق من ضن الملفات اللي احنا بنهار ده مخصصنا الحلقة اللي احنا نقول يعني ايه هو للدول عملته عشان خاطر ملف ذا والإحتاجات الخاصة يمكن بعض الناس برضو كانت في الفترة اللي فاتت حصل تنمر بالأشخاص ذا والإحتاجات الخاصة في المجتمع المصري بحكم التطور الطبيعي للتكنولوجيا النهاردة موضوع الترند وموضوع اليوتيوب النهاردة الناس اللي عايز تعمل مشاهدات يعني ده احنا بنشوف كده ان ثقافة التصوير دي موجود يعني فطبعا كان ظهر بعض الفيديوهات لتصوير بعض أشخاص ذا والإعاقة عن طريق الموبايل وينشر هذا الأمر على السوشيال ميديا زي الشخص اللي كان في موحفظة الشرقية وكان بيروع حد من ذا والإحتاجات الخاصة ومعلقه من الجلبية بتاعته في الحيطة والشخص التاني اللي كان بيروع طفل برضو بكلب بيحاول ان هو يصور ويستخفى دمه في هذا الأمر يمكن البرلمان المصري اتحرك في هذا الاتجاه لان العقوبة اللي موجودة في القانون غير راضعة ان احنا نقدر نمنع موضوع هذا التنمر على زا والإحتاجات الخاصة اللجنة معالي النائب مصطفى السلاب تقدم بمشروع لتعديل النص العقوبة اللي موجودة على التنمر بزا والإحتاجات الخاصة انها هتبقى حوالي غرامة 50 ألف جنيه والحبس وجوب ستة أشهر لان الموضوع زاد عن حد النهاردة وابتدى كل حد النهاردة عاوز يعمل اي ترند على السوشيال ميديا ان هو يصور حد من زا والأعقاب ويبدأ يعمل ويصدر للسخرية نفس الكلام برضو النهاردة ان احنا الإعلام المصري والمسلسلات والأفلام المصرية النهاردة ان الأفلام ما بقاش النظرة لزا والإحتاجات الخاصة النهاردة ان هو يجيب حد ويبقى عنده نوع من أنواع العاقة ويبقى مصدر للسخرية وده النهاردة هيبقى من دن الحاجات اللي هتتمنع بغاية حكم تعديل هذه المادة في القانون قد نعشرة سنة فيه وطمانتاشر أهلا بيك يا فندم معنا الأستاذ النجلية اتفضل يا فندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه الله يا فندم انا بس كنت عايزة اه اوصل لحضرك ان احنا صعدة جدا جدا بان فيه حد يتكلم دلوقتي باسمنا اه فيه برنامج مخصص لنا اه بيعرف حقوقنا يحرفنا حقوقنا نروحين واني جنين اه بس نرجو ما تبقاش بس يعني حوجة عايزين قوانيننا ان شاء الله تتعمل عايزين نرى حقوقنا كل مكان عايزين نرى حتى نظرة السعب عينة ما تبقاش نظرة دونية احنا صارد ولنا حقة المجتمع نجي وناخد حقوق واخذات ونقوم بها والله ان شاء الله يا فندم بقابر يا تعالى انا واثق ان شاء الله ان احنا الملف لتعزي الله الاحتجاجات الخاصة النهاردة حيلاقي اهتمام من الدولة وده تبقى لتوجيهات الدولة المصرية بقادة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي ان الملف الإعلامي يتناول قضايا زول احتلاجات تتخصى بصورة منصفة هم لهم حقوق وعليهم واجبيات زيهم زي اي فرض في المجتمع المصري فالنهاردة ان شاء الله مش هيبقى فيه تمييز لهذه الفئة ان شاء الله كل الحقوق بتاعتهم يعني حتتحقق بأمر لا يمكن العطانة الفترة اللي فاتت موضوع جائحة كورونا انها يعني مش عطيتنا حتى بس ده عطلت العالم كله عن النواحي الاقتصادية والنواحي المالية فالدولة المصرية موضوع كورونا عطل ملف زول احتلاجات الخاصة اكتر من سنة او سنة ونصف ان شاء الله الفترة اللي جاية حيكون دينا بعض الانجازات اللي هتتعمل لزول احتلاجات الخاصة المطالب اللي احنا بنطالب بيها ان شاء الله تتحقق اللي عندنا برلمان قوي عندنا نواب من زول اعاقة موجودين عارفين حقوقهم كويس جدا ناس بارسة وفهمة القانون بيقول ايه يمكن الشيء بالشيء يذكر ان احنا حتى المجلس القومي لشؤون العاقة اللي انشئ سنة 2018 في التعدادات الدستورية فخامت الرئيس لم يترك هذا المجلس بدون صلاحيات فاصدر فخامته هذا القرار ان المجلس القومي لشؤون العاقة يتبع رئاسة الجمهورية ودي انا بقولها من ضن القرارات السيادية لما مجلس القومي لشؤون العاقة يتبع رئاسة الجمهورية ويكون اعضاؤه بيختاروا من مجلس النواب يعني النهاردة هيبقى فيه تمن اعضاء من اعضاء مجلس الادارة في المجلس القومي لشؤون العاقة هيرشحوا من نواب الشعب المصري في مجلس النواب فطبعا دي نقلة تانية خالص اصبح النهاردة بيندي هذا المجلس باور ومندي له صلاحيات جملة جدا يتبع رئاسة الجمهورية يعني هو اصبح جهاز زي سيادي يتبع فخامة الرئيس مباشرة اصلا لتلبية مطالب زاول احتياجات الخاصة اللي بعض الوزرات اللي احنا بنشوفها النهاردة بحكم ان هما ما يعرفوش ان فيه قانون فيه بعض الوزرات تعرف ما فيش قانون اصلا طلع للزاول احتياجات الخاصة بعض الموظفين انه يتعاملوا مع هذا الملف بيتعاملوا بنوع من انواع البيروقراطية والفوقية مع زاول احتياجات الخاصة يمكن وده بنشوفه في بعض الاماكن اللي موجودة اللي خاصة في مكاتب التضامن الاجتماعي ببعض الاحيان برضو بيقى فيه نوع من انواع العنف مع زاول احتياجات الخاصة في انه هو مش قادر ياخد حقه ومش عارف يوصل حقه فالحاجات دي كلها هتراعى ان شاء الله معنا الدكتورة النبين باش بمزرط التضامن الاجتماعي ده وقلاحظك عن متابعين هذا الملف في الـ 24 ساعة فريق كامل في الوزارة مخصص لمتابعة اصدار القوانين الخاصة بزاول احتياجات الخاصة الفترة اللي جاية ان شاء الله برضو الموضوع بتاع الاسكان ان شاء الله هيتعمل لزاول احتياجات الخاصة في النسبة اللي بتخصص على مستوى الدولة في الاسكان الاجتماعي هيتحقق لها نسبة 5% من المساكن والشؤة اللي بتعمل لزاول احتياجات الخاصة وهتحدد طبعا طبقا لنوع الاعاقة وطبقا لصدور الكنيه الخاص بزاول احتياجات الخاصة يمكن الأعاقات الحركية طبعا هيبقى بحكم الحركة عندهم ضعيفة أو الحركة بطيئة فيخصص بعض الشوء في الضور الأرضي وبعد كده الأدوار المتكررة هتبقى لأنواع الأعاقات اللي هو بيقدر يتحرك فيها الدولة بتسعى جاهدة إنها النهاردة تثبت هذه الحقوق يمكن بتظهر بعض المشاكل ويمكن بعض الحاجات النهاردة اللي محتاجة تدخل من الدولة فيها زي موضوع الكوميسيون الطبي والحجز السيارة ويمكن الصفحات والجروبات بتاعت السوشيال ميديا كلها بتتكلم على هذا الأمر إن بيصعب إن هو يسجل على هذا الموقع لدرجة إن ظهرت تجارة غير مشروعة لبعض الأشخاص إن هما بيقوموا بعملية التسجيلية للأشخاص الضور الأعاقة مقابل بعض الأموال وده طبعا يعني أنا مش عارف أنا إزاي يستحل هذا الأمر إن شايف شخص مش قادر يسجل ويأخذ منه فلوس عشر خطر يسجل له لا فيه فجوة موجودة الحاجة التانية برضو لزولة احتاجات الخاصة النهاردة بيطلبونا بيها إحنا كمتخصصين في مجال زولة احتاجات الخاصة وهمزة الوصل ما بين الفئة وما بين المسؤولين في الدولة موضوع الترخيص بتاع العربيات بتاعة زولة احتاجات الخاصة النهاردة يمكن الرسوم النهاردة زادت للأشخاص اللي عندهم عربيات من زولة احتاجات الخاصة بقى وزي وزي الأشخاص اللي عاديين بيدفع الضريبة كاملة كلها بيدفع الرسوم بتاعة وزارة الداخلية كاملة مع إن قبل القنون إحنا كان عندنا فيه إعفاء من الضرائب والرسوم لترخيص سيارات زولة احتاجات الخاصة يمكن أنا بطالب برضو من هذا المنبر الإعلامي المحترم معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ودكتور محمد معيد وزير المالية أن احنا نقدر نطلع قرار بإعفاء زوال احتاجات الخاصة أو على الأقل تخفيض النسبة 50% من الرسوم الموجودة لأنه بقى حمل جامد على الأشخاص زوال احتاجات الخاصة أنا بكلم النهاردة في بعض العقبات لكن أنا لا هذا لا يمنع أن احنا القانون فعلا بالنسبة لنا من القوانين المنصفة واللي أشيد بيها على مستوى العالم من منظمة الصحة العالمية من لجنة الأعقب في الأمم المتحدة لدرجة أن احنا النهاردة بمناسبة صدور هذا القانون اختاروا من عندنا النائبة هيب هاجرز أضو مجلس النواب السابق وأضو مجلس قوانشق الأعقب كأحد خبراء ملف زوال احتاجات الخاصة على مستوى العالم يمكنهم عشرين شخص على مستوى العالم اتخذوا من كل الدول فهي من ضمن الناس اللي تم اختيارها فيهم الحاجة اللي انا عايز اتكلم فيها برضو بالنسبة للموضوع المعاشات وموضوع الحصول على المعاش والمرتب والحصول للمعاش الزوجة على المعاش بتعوردها لذلكات متوفية طبعا حسن معنا معالي النائبة قالت انه ان شاء الله فيه مذكرة عند معالي الوزيرة هتعرض على مجلس الوزراء لصدور قرار بهذا الأمر ان شاء الله انهما يبقى تقطر الزوجة المتزوجة تحصل على المعاش بجانب زيها زي الشخص المعاكم من الرجال الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها برضو ان احنا ان شاء الله النهاردة حنكون فيه تواصل مباشر مع كل المسؤولين في الدولة على موضوع زي ولا احتجاجات الخاصة النهاردة احنا البرنامج ان شاء الله حيبقى مستبر مع حضراتكم حنقدر ان شاء الله نتواصل مع المسؤولين اي النهاردة اي مشكلة موجودة عندكم او اي حاجة انتم عايزين توصلوها القناة مفتوحة لهذا الأمر إن شاء الله هيبقى فيه تواصل وهنستضيف بعض المسؤولين وهيبقى حوار مباشر ما بيننا وما بينهم عن ملف زوالي احتجاجات الخاصة أنا طبعا الموضوع كبير الموضوع الحمد لله يعني ما كانش متوقع أن احنا نوصل لهذه المرحلة في حصول على هذه الحقوق وكل شيء طبعا بيتم لازم يبقى فيه سلبيات في الأول لكن الحمد لله أن السلبيات دي إحنا شغالين عليها وفيه استجابة من المسؤولين الحكوميين في هذا الملف ويمكن لو تطرقنا النهاردة برضو على من ضن الحاجات اللي هي القانون كان أقرها ولازم أدي حق الوزارة المعنية بهذا الأمر الشباب والرياضة النهاردة القانون أقر في ضن بنود القانون إن إحنا يحصل زوالي احتجاجات الخاصة على تخفيض في عضوية ملاكش الشباب والأندية ولازم أن يمثل زوالي احتجاجات الخاصة بده نص قانوني صريح في المجالس الإدارة اللي هي خاصة بمجالس الشباب أو أعضاء مجلس الإدارة في النواة دي المختلفة أنا بواجه برضو التحية للدكتور أشرف صبح وزير الشباب والدى من هذا المنبر إنه هو الوزير السعادة إحنا بنوه عليه أو وزير الإنسانية لإنه هو من ضن الوزارات اللي خصصت في مكتبها مكتب اسمه مكتب زوالي احتجاجات واصحاب العزيمة المكتب ده موجود في الإدارة المركزية للمكتب معالي الوزير وفي كل محافظة من محافظات مصر موجود المكتب في مدير الشباب والرياضة مهمته إنه هو يعني يبحث عن المواهب من زوالي احتجاجات الخاصة في المجال الرياضي ويقدروا يوفروا لها النهاردة بعض التدريبات ويتبنوها في الرياضة ويطلع لنا أبطال يمكن بالنهاردة وبالنسبة أول حلقة في البرنامج إحنا عندنا في بطولة موجودة في دبي دي وقت اسمها بطولة فزاعة الدولية البطولة دي هي من ضن البطولات المؤهلة لدولة توقيو عندنا اللاعبة هودو عمر الحمد لله أخدت المركز الثاني بمدالية برونزية ويمكن مركز الثاني مدالية برونزية في المركز الثاني في البطولة إن شاء الله فده برضو من ضن الملفات اللي إحنا ده من ضن الملفات اللي إحنا إن شاء الله بنتكلم فيها برضو وبنقول إن إحنا زاول إحتاجات الخاصة الفترة اللي جاية عندنا بعسة كاملة إن شاء الله بقيادة المعالي النائبة حياة خطاب رئيس اللجنة البرلمانية المصرية مشاركين في دورة توقيو ببعسة كاملة ما شاء الله بعسة كلها أبطال كلهم ما شاء الله رفعين على المصر في كل المحافلة الدولية إحنا اخترنا اسم البرنامج ملوك الجدعانة بس ملوك الجدعانة بتوعنا إن هو اتمنهمش دعوة بملوك الجدعانة اللي بفتح القميس والحالق واللي لابس سلسلة واللي حالق شعر واللي سابق شعر ولأ إحنا ملوك الجدعانة عندنا في البرنامج بتاعنا هم أبطالنا من زاول إحتاجات الخاصة اللي لابس ترينج واللي معرق في رئابته البيديليا اللي حصل عليها في البطولات هم دول ملوك الجدعانة وهم دول إن إحنا محتاجين دعمكم ليهم في كل المحافل بطلب من حضراتكم كشعب أو كناس بتعامل مع زاول إحتاجات الخاصة إن إحنا موضوع التنمر بيهم أو إن إحنا نبص لحد ماشي في الشارع بنظرة بفيه أنواع الشفقة أو أنواع العطف لا يا جماعة الناس دي عندها طاقة كامنة تقدر تحقق تقدر تهد جبال فيها ويمكن عندنا أبطال موجودين أبطال عبره المنش أبطال النهاردة بيحصلوا بحطين اسم مصر في المحافل الدولية تفضل يا فندي بيودك تفضل أيوة أيوة يا فندي تفضل يا فندي مع حضرتك محمد أساس محمد تفضل أيوة محمد عبدالحانيما نقول لك من سهاج جدامت في تونس يا فندي معشان كتسي وليعافة وكده لحد الوقت اليوم سنتين ونص لحد الوقت تجالوا لعمل كشف طيب بعمل كشف الحاجة والحد الوقت عايقلوا ليك فيزا والحد ما بلقوا ليش فيزا أنت حضرتك قدمت على كارت الخدمات المتكاملة ولا قدمت على البطاقة اللي تحصل بها على المعاش لا اللي هي الإعاقة اللي هي الإعاقة اللي هي الفيزا اللي هي أتخذ 500 جنادي لا ده حضرتك ما احنا بس لازم نفرق ما بين حكتين ما بين معاش تكافل وكرامة اللي هو فيه كرامة معاش خاص بزيو الأحتياجات الخاصة ده لإجراءات وفيه بطاقة الخدمات المتكاملة دي لها إجراءات تانية خالص فاللي أنت قدمت عليها دي حضرتك اللي هي البطاقة الخاصة بالمعاش اللي أقاريته زبط التضامن لزول إحتاجات الخاصة المعاش ده ليه ضوابط ليه ضوابط وليه قواعد وليه بيتعامل بحث اجتماعي بيشوف الشخص هل هو يستحق ولا مستحقش يعني حدك لو عندك عربية أو عندك أي أملاك أو ملك مصدر داخل طبعا مش هتاخد هذا المعاش لأن فيه ناس تانية من الفئات دي معدمة لكن حضرتك تبيعت على الموقع أو رحت سألت في مكتب التضامن الاجتماعي على الكرنيب تلك حضرتك لا يا فندم بس ثم مش داية منطقة حكومية تبعنا أيوة يا فندم أيوة ما هو أنت بتقدم في مكتب التضامن الاجتماعي عندك على الكرنيب الخاص بالمعاش كرامة ده اللي أنا بتكلم عليه أيوة يا فندم هو ده اللي أنا مجدم عليه طيب إحنا إن شاء الله حضرتك أنا إن شاء الله هتواصل مع الإعداد وإن شاء الله وأنا يعني حنشوف المشكلة دي وبتشكر لمداخلتك إن شاء الله تعالى وإن فترة اللي جاية هتلاقي إن شاء الله الأمور هتبقى أفضل من كده بأمر لها مشكليني يا أستاذ محمد فندم طبعا إن كما إحنا منظن الحاجات اللي هم نتكلم فيها وشايفينا في الوقت الحالي أغلبية الناس بتشتكي من إنها قدمت بعض المواقع الإلكترونية الخاصة بضغطة الضامن ما حصلتش على المعاشات أو ما حصلش على كرنيب الخدمات المتكاملة ومعاش كرامة ده أصلا الدولة في فترة اللي فاتت بتعمل عملة تنقيح لهذا الملف لأن في كتير جدا من الأشخاص الغير مستحقين للدعم قدموا وخاصلوا على حقوق لزوى الإعاقة وهم مش مسحقينها أصلا فالنهاردة بيتعمل إعادة فلترة لهذا الأمر على أساس الناس النهاردة اللي هياخد المبلغ أو اللي هياخد المعاشدة وهو الشخص المستحق فعلا مش الشخص اللي هو بيتلاوى على القانون بيحاول يقود حق مش حقه برضو بالنسبة أنا بطمين حضراتكم بالنسبة لبطاقة الخدمات المتكاملة إن شاء الله فين فراجة قريبة جدا لها خلال شهر الستة اللي جاي المرحلة التانية هتفتح إن شاء الله يتعالى يعني أي مشكلة هنواجهها في هذا الملف هنتواصل مع حضراتكم فيها هنحط أرقام تلفناتنا على البرنامج وكل اللي إحنا عايزين منكم أن أنتم تدعمونا وإن شاء الله تكون الفترة اللي جاية فترة حصول زوى الإحتاجات الخاصة على حقوقهم في ظل التشجيع اللي إحنا وغضينه من الدولة وفي ظل اهتمام فخامة الرئيس بهذا الملف أنا طبعاً دي أول حلقة وإن شاء الله الحلقات اللي جاية حيكون لنا بعض الضيوف وأنا طبعاً مفيش في الآخر أنا أتوجه لكم بالشكر إن أنا استقطعت هذا الوقت من وقتكم وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة بأمر اللي يتعالى يا مستبت اللي جاي الساعة 9 وإن شاء الله يكون معنا الضيف من بين الضيوف اللي موجودين المسؤولين عمال في الزوى الإحتاجات الخاصة دمتم بخير وإن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي موسيقى اشتركوا في القناة